استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية والمطل على بحيرة عين الحياة بالفستاط بطولتي الجمهورية لقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية يأتي ذلك استمرارا لنجاح الوادي في تنظيم بطولات الفروسية محليا ودوليا منذ أن قامت الوزارة بتطويره وفقا للمعايير الدولية في هذه الرياضة استعداد دائم لوادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية على بحيرة عين الحياة بالفستاط لاستضافة كافة بطولات الفروسية فقد استضاف الوادي بطولتي الجمهورية لقفز الموانع واستمرت كل بطولة على مدار سلاسة أيام بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية وشهدت إشادة كبيرة من الفروسان بقدرة الوادي التنظيمية وما يتمتع به من ملاعب ذات سمات دولية الممكنية التي هنا عالية جدا 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 طبعا يعني ده بينعكس على سلامة الفروسان وسلامة الخيول نفسها ونحن طبعا نحن أمنين هنا جدا 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 ناحية الأمنية نفسها وناحية الفنية الخاصة بالسلامة الخيل وسلامة الفروسان دي حاجة كويسة مش موجودة في حادة الفطير موجودة هنا ودي الفروسية دلوقتي بقى من الأماكن المميزة جدا في رياضة الفروسية فعليا وفعلا نحن دلوقتي تجوزنا مرحلة البطولات المحلية وان دلوقتي بقى في بطولات دولية بتتم هنا حصل بطولة الكلة الدولية حصل بطولة الفرق الدولية هنا الملاعب بتاعته مبهزة كويس قوي وهو المكان الوحيد في مصر اللي فيه صارة مغطاة فده بتتيح لي أنه هو أنه نقدر تتعز الحر نقدر نتمرن داخل مكاننا المكان حلو جدا وواسع والأراضي حلوة جدا والخيل بتبقى مسترعيحة قوي أراضي التسخين كويسة الخيل كلها نفيش بتبقى فيه زحلة والإستحفافات دايما موجودة وتميز الوادي بتوفير كافة العناصر التنظيمية التي تهيئ الأجواء الملائمة التي تساعد الفرسان على إبراز مهارتهم في قفز الموانع من مختلف الارتفاعات فالملاعب ذات مواصفات دولية إضافة إلى فندق إقامة اللاعبين واستبلات خاصة بالخيول بتجهيزاتها البيطرية وغرفة حكام دولية كل حاجة متوفرة الأراضي الفندق البوكسات بتاعة الخيل كل حاجة متوفرة فأكتر مكان موجود دلوقتي يقدر يستقبل بطولات دولية التجهيز المكان على عهل مستوى بصراحة البوكسات مش نقص على حاجة وأحب أذكر وزارة الداخلية على مكان جميل زي ده وإن أنا موجود هنا النهاردة وراكب معهم وادي الفرسية فعلاً وادي على أعلى مستوى وادي فيه إمكانيات عالية جداً من إمكانيات فنية بأراضي تدريب وأراضي بطولات معمولة على أعلى مستوى الأرض التنظيم كل حاجة كانت سوبر أرض الإحماء الأرض البطولة نفسها كل حاجة ما فيهاش غلطة أسكرت دولة الداخلية على المكان والجد والبوكسات بتاعة الخيل كمان كويسة جداً لهم يعني لأ مكان مريح جداً هكذا يواصل وادي الفروسية تنظيمه الناجح لبطولات الفروسية منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ليصبح قبلة رئيسية لكافة بطولات الفروسية سواء محلية أو على المستوى الدولي